موسيقى رجعنا معكم مشاهدينا بفكرتنا الثاني وبهيدي الفكرة بصني استضيف خصائية التغذية قال لي مطار اللي حتى نحكي معها عن القطعمية اللي بتاعدنا على تقوية المناعة وبتحمينا من الإصابة بالكورونا صباح الخير قال لي وأهلا وسهلا فيك ماشي الحال يعني هلأ يمكن مرض العصر هلأ هو الكورونا والعالم كلها خايفة منه فحبنا نعمل هذه الحلقة لحتى نساعدهم بما أنه عرفنا أنه هي قصة مناعة لحتى ما ننصب بالكورونا خلينا نبلش شو هي القطعمية اللي بتاعدنا على تقوية المناعة أول شي جويس بدأ قللك أنه المناعة تلتر باعة سبعي لثمانين بالمية موجودة بالأمعاء تخيالي قدي نحنا شو ما بناكل بأسرع مناعتنا هاي خبرية حلوة يعني بتطمن شوية الأشخاص وهي يعني محفز لقلنا على أنه نشتغل على هيدا الموطوع وفي كتير ما أكلت فيها تساعدنا نكون نحنا كتير عم نركز عليها أول شي كتير داري جويس نركز على كل شي خضرة وفوكة وخصوصا اللي ملونة كتير ومن أهمة أكيد الحامود الليمون كل شي لونه أصفر على أورانج هو الألوان بيكون فيها كتير فيتامين سي فيتامين آ بيتا كاروتين يلي هني كتير كتير بهمين للمناعة يعني كل شي فيتامين سي كتير بيساعد لنرجع عن أول خليها البيضاء وهي بتحارب تتكل الأمراض سنحنا كل ما نحصر مثلا الليمون نحصر حامود مع السلطة هيدا الشي كتير لحيساعد رحيحارب كل غريب كل فيروس مش بس الكورونا أي أمرض فيها نكون نحنا عم نقطع فيه قال لي أديك منها مهم نكلا هيدا الفواكه مثل ما هي أو نشربها كعاصير نعم سؤالي كتير مهم لأنه فيه مثل أنواع خضرة وفوكة ما لازم كتير نطبخها لنستفيد منها كفيتامينات اللي حعطي مثل مثل السبانيخ البروكولي هن لون أخضر غامي ما بتصدق جويس قدي بيحاربوا ضد المناع يعني فيهم فيتامين سي فيتامين او فيتامين هولي كتير مهمين يعني إحنا مثلا نعمل السبانيخ إذا أكلناها بالسلطة بدل الخاس أو بدل الملفوف كتير لح تساعد لح تحارب أكتر أخضر ما نكون عم نطبخها على النار مئة بالمئة وخصوص البروكولي تعمل اللي بروكولي كتير بيساعد هالفترة بس ما كتير نحطه على حرارة يعني أفضل حنا نخده مثل ما هو بالسلطة كخضرانية كتير كتير أحسن حتى جويس الفلايفل الحمرة فينا نعملها كسلطة يعني هالفترة شو بدنا نعمل لجويس ناخد هيدا السلطة مناخد الوعاء البول منحط فيه سبانيخ أخضر غاميخ لنكون عم نستفيد منه للمناعة منحط فيه بندورة الصغار شري طوميتوز اللي هن كتير غنيا بالفتامين آ كمانا والفتامين سي وشو منحط نبرو الجزر مثلا نعن ومنعصر حامود كتير بس نعصر حامود مع السبانيخ بساعد لامتصاص الحديد أكتر ونحن هون أخدنا وعاء كامل من الفيتامينات والمعادن وفينا نزيد عليها فلفل الحمرة اللي هي غنية بالفتامين سي إذا بدنا نحكي عن الليمون والحامود نعم أي أفضل نأكل هيدا الثمرة مثل ما هي أو عصير الليمون أو مثلا الحامود نعملها ليمون هذا أي أفضل؟ مثل ما بدكن بهالحالة نحن نستفيد من فيتامين سي فينا نكون عم ناخدها مثل ما هي بس بنا نتأكد أنه الفيتامين سي جسمنا ما بيعمل له ستورج ما بيعمل له ما بيخزنه لأنه ضغري بيروح بناخد مرتين بنهار منهم مثلا بنعصر حامود بنشرب ليمونة أو بنأكل ليمونة بنأكل حامودة في أشخاص بعرفهم بقصوا حامود بحطوا عليها كمون ملح شوي هيدا كمانا كتير سناك صحي خفيف برحلة الحرارية وبحارة بتدد أي فيروسات أي أمراض وأي جريب كمانا شو هن الأطعامة كمانا اللي اللي فينا نكون عم نستفيد منهم لتقوية المناعة؟ التوم يعني سمعنا كتير نكت هالفترة إنه التوم إذا أخدته توم ببعض الأشخاص عنكم ما حدا بقى بيمرض بيصير معه كورونا بس جي إذا بنا نفكر فيها أو الدراسات شو بتفريد التوم فيها مادة اسمها اللي سين يلي هي بتحارب ضد أي أمراض تمنع كل الالتهابات ومش بس هيك بتوتى الضغط إذا أشخاص عنده ضغط عم تسمعنا كتير يهم نحنا كنا عم ناخد التوم هلا أصح عشي نكون عم ناخد التوم ناي كحس توم يعني بس أكيد كتير أوقات ما بنتقبله بيزعجنا بس ندرون نكون عم نقطع توم يعني هيدا الشي كتير مهم بساعدة تقوية المناعة البصل كمانا فينا نقول نفس الشي أو لا التوم هلا البصل أكتر التوم سوري التوم هو أكتر شي الجوائز زيادة عن كل هول ما بتصدق قدير لبن منيح لأنه اللبن فيه البكتيريا الجيدة نحنا نسمع عنا البروبيوتيك موجودة باللبن سوفيان تعمي أولادنا بعد الظهر كوب لبن حط معه شوي أوتس مثلا لبن فيه البكتيريا الجيدة يلي هي بتحارب نحنا مثل ما قلنا السيستام المناعة موجود بالأمعاء طبعنا 70-80% كل ما أخدنا هالبكتيريا الجيدة من الخميرة فيه مننا من اللبن نكون عمل سهد أكتر جسنا أنه يحارب أنا أوقات بحط اللبن تحمس لوز بياخد لبن مع لوز لأنه اللوز كمان بما أنه فيه زيوت الجيدة ويعني فيه فيتامين أ لحيحارب كمان سأكيد نكون عنا نحمس اللوز بطريقة صحية بطريقة صحية أوني مع اللبن مناخده يعني كل شي فيتامين أ فيتامين س فيتامين أ البتا كاروتين هولي كلنون بساعده زادة عن كل هولي يا جويس كل شي سيلانيوم زينك وبيتامين دي دراسات فرجة بس يكون فيه ناقص بالبيتامين دي مش ما قول شو بتأثر على المناعة يعني فيتامين دي موجود بكتير مأكلات وبأثر يمكن على صحة العظام كمان أو على امتصاص الكالسيوم ناقص الفيتامين دي يعني كتير بأثر على العظام فيتامين دي موجود بالسعدين فيها ناخد سعدين هلأ موجود بالسمكة بالسالمون مثلا موجود فيها الفيتامين دي الشمس فيها الفيتامين دي واللبن اللبن كلنا عملنا عصفرين بحجر واحد أخذنا البكتيريا الجيدة أخذنا الفيتامين دي تروح واستفدنا وقوينا المناعة صح وهلأ نقعد بالشمس يعني إذا قدرنا بهالفترة فالكو شوي تاخد هالشمس هالفيتامين دي لتكون هيك عم تاخد احتياجاتها من الفيتامين دي اللي هي بحاجة لألوم لا نكمل كمانا شو بعد في قط في مشروبات جويس كمانا بدي أخبرك عنهم فالكو نحنا عم ناخدها فالكو نحنا عم ناخد الشاي الأخضر قدي صحة هون إذا حكينا عن مشروبات سمعنا كمانا بقصة الكورونا بالينسون الداعن جد هو مفيد لتقوية المناعة وبيحارب أنه نصب الكورونا نعم كل شي كل شي متل مشروبات متل الشاي الأخضر والينسون كتير بيساعدوا لأنه مثلا الجرينتي أو الشاي الأخضر فيه مادة اسمها التينين يلي هي بتحارب كمان ضد الأمراض وبتوتل لغة سوفينا نحنا عم نشرب ينسون نكون عم نشرب شاي أخضر وإذا أخدنا مثلا صبح ماء ماء حمود وشوية عصل كمان بالزلعيم كتير بيساعد أو حنجرة كتير هيك عم تزعجنا العصر اللي حيطر الحنجرة طبعنا وكمان بيحارب فيه انتا اكسيدان العصر الكرين تي والكمون والتوميريك هولي كتير بيساعدوا كل شي متل الكاري البهارات بيعلل مناعة إذا عم نطبخ مثلا شي مع جيش نحط له بهارات التوميريك أو الكمون أو الكاري هولي كتير كتير بيساعدوا لنقوى نحن مناعتنا بنسمع كمانا لنرجع شوي للفويكي كمانا الكيوي كمانا فيه فيتامين سي ممكن يساعد على تقوية المناعة دي مهم كمانا الكيوي كتير بتساعد فيها فيتامين سي كمانا الكليمانتين الليمون هولي كتير بيساعده فنكون نحنا عم ناخده بقشرة وإذا فيه أشخاص عند مشاكل إمساك كيوي إذا أخذنا شوي مع القشة بس نظفناها منيح كتير بيساعد ضد كمان الالتهابات ضد الإمساك سوا بتساعدنا على الحلتان هلأ فيه قصص جويس كمانا مثل الزينك كتير بيساعد لنأول مناعة موجود بالسبانير وبالشامبينيون زيادة عن السلطة اللي حكيناها بالأول منزيد عليها الشامبينيون لأن كنحنا عم نحارب ضد كنعنا مناعة كتير قوية هلأ فيه قصص لازم نوقف كمانا قبل ما ننتقل للقصص بلنوقف كمانا فيه بيقولوا البقدونس كمانا هو من القطعم اللي نحن لازم نعتمد عليها لتقوية المناعة قده هذا الشي صحيح كل شي لونه أخضر غامق غامق كتير نركز عليه كيف قلنا بالأول مثل السبانغ مثل البروكولي وكمانا البقدونس أكيد لحي ساعد كل شي خضرة وفوكة إذا بدك باختصار أخصوص اللونه أخضر غامق اللونه أصفر برتقالة حتى الأحمر مثل الفلفلة الحمرة مثل البندورة البندورة الصغار نعتشون للولاد هو مناعتهم هو اللي جويس كتير بساعدونا أكيد هلأ خلينا ننتقل الأطعمة يعني مثل ما في أطعمة بتأو المناعة في أطعمة بتوطي المناعة خلينا نحكي عنا شوي هلأ دراسات فرجت يا جويس إنه بس ناخد كتير 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 سكر أو ناخد نشويات البيضة بتوطي المناعة بصير في بسرعة للسكر إذا بناخد شي دورة بيعلى السكر بالجسم بأثر النوط المناعة بدنا نجرب قد ما فينا بعرف إنه طيب السكر كل شي سكر أبيض نكون عم نخففه يعني أكيد مهتمين بأطفالنا يعني بعض بحبوا السكر الأبيض خصوصي من نجرب هالفترة مناعة كل شي بيعلى السكر بالدم بسرعة يعني يا جويس العصير إذا خصوصي عصير عصير منه طبيعي مية بالمية بدنا ناخد العصير إذا بدنا ناخد عصير بدي يكون طبيعي وافضل ناخد الفوكة مثل ما هي مثل ما دائما منقول للألياب بنخفف كل شي عصير فيه سكر سريع خصوصي مشروبات الغازية مش معقول أو مشروبات الطاقة في أطفال للأسف بياخدوا كتير مشروبات غازية نعم مشروبات للطاقة خصوص الأدوليسون يعني بعدين هؤل اللي فيون كتير سكر يعني التنكة الصغيرة تحتبع ل7 ل8 ملاعق سكر يعني أخدوا حاجتهم يمكن لعا كذا سنة به هيد التنكة الصغيرة مية بالمية وما بد صدق قدي بيعلى السكر بالدم فينا نعمل اختبار بالبيت إذا عندكم ما كانت السكري شربوا تنكة الصغيرة أو المشروبات الغازية وشوفوا قدي لحيفرق السكر بالدم وهيدا الشيء كثير لحيأثر على المناع على الأسف يعني حتى كل شيء بومبون كثير سكر ما نكون عم نخفف ناخد السكر هالفترة من الفواكه لنأول مناعة ومطقشة المناعة وإساسا عم ناخد السكر من الفواكه وناخد فيتامينات يمكن بتساعدنا على تقوية المناعة 100% يعني عم نربحها على الميلتان بعد شغلة جويس اللي نشويات البيضة اللي فيتعلق كمان السكر بالدم يعني كثرة العجين كثرة الخباز الأبيض كثرة الباستا بدنا نجرب ناخدون أصلا صحي لكل حياتنا مش بس لها الفترة الصعبة القطعين فيها لكل حياتنا نتعود تكون عم ناخد الأسس الأمحة كاملة الأسس الصمرة نبدل هلأ إذا بدوا ناخدوا رز ولادنا ناخد رز الأصمر بدوا نعمل لهم شي بتحين ناخد على تحين الأمحة كاملة نخلطهم تحين الأبيض مع تحين الأمحة كاملة أول فترة نعمل فيهم عجين نخفف قد ما فينا نشويات المنا كثير صحية والسكر السريع والدخان يعني إذا فيه أشخاص مننا بتدخن كترة الدخان لحتوط المناعة وهلأ برسح نوقف الدخان والرياضة يعني ما في يقلك قدير رياضة لحت أول مناعة ولحت خلينا نرقي أعصاب نحن فترة صعبة والهدف المناعة كمان مش بس بالأكل أكل كتير مهم كمان أنه ما نعمل استرس نحن بس نقطع بفترة صعبة نفسيا مناعة لحت تقشط على التعصيب بس نعمل استرس بتعلي أرمان اسمه كورتيزال بتخلي نجمع دهون ميلة البطن أولا ثانيا بتوتل مناعة الكورتيزال هيدا كتير مهم نحن نكون عم ننتبه مناعة مسترس وكيف نحن 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 بالرياضة واطفالنا مولات أو سينما وهي كتير منيح عداي مهم هون كمان نكون عم نتوجه لهو الأهل هيك بان هلالين أنه عن جد عم نشوف شفنا بالويكند قداي عن جد ما عم يكون في وعي بهيدا المجال قداي في أهل عم يطلعوا عسكي عم يروح يعملوا ببيكنيكس يعني قداي هون مهم عن جد الأهل يكونوا وعيين لهيدا الخطر ويكونوا عن جد عم ياخدوا احتياطات تماطوا ينتشر هيدا المرض بهيدا السرعة مية بالمية يعني أنا عم شوف على السوش الميديا كلهم بالتلج بالمالات وهايك يعني كأنه الوضع كتير طبيعي أنه بواقص لازم نكون عم ناخد شوية تدابير احترازية نحن ما بدنا نخوي في العالم بس كمان بديكون عنا ضمير نكون وعيين لهيدا المشكلة نكون كتير وعيين مثل ما قلت ونحنا قدام ضميرنا ما لازم يكون عم نعرض حياة اشخاص ثانين للخطر فكتير مهم مثل ما حضرتك قلت نكون عم ناخد تدابير واجراءات نبقى عن جد بالبيت ما ناخد ولادنا عمولات او محلات يكون في ريسك لقلون او لقلنا بس نحنا نقعدين بالبيت بقى نعمل حركة ما بدنا نقعد بلادنا قدام التلابة عارف شوي صعبة او قدام التابلت او قدام التابلت هيدا الاسوأ اسوأ بعد فينا نمشى تحت البناية هلأ التأس شوي عم بيدفع نعمل حركة نص حتى يمكن بالبيت نعمل كم حركة نكون اذا ما بدنا نطلع برات البيت كنا نعمل كم حركة بقلب البيت بقلب وضطنا نحنا رحساعدكن كيف نعمل فينا ندور الموسيقى نص اول شي ولد بس يقعد بالبيت اللي حيكون كلوقت هيك بدو يتفض هلطاقته ورح يصير عزب اهله اخر يعني على القعدة بقلب البيت ورح كل طاقة عندنيها وكل شي بركة زهق عندنيها ومعصبين بركة ندور هالموسيقى ويقعدو يرقصو بهالبيت ندور الموسيقى وينطو نجبلو حبلة يعملو حبلة ربع ساعة خاصة البنات فينا شو نعمل نمشي ونستعمل الدرج ينزل ويطلع عالدرج مهم يطلع هالطاقة لما يعلم هون يمكن خاف من الدرج انه يكون في حدا بالبنية او حدا اجوا اجوا افضل انه بالبيت فينا حتى اذا بحبوا التابلت او نعمل الاساس على التابلت يون حركة في كتير في تيك توك هلا في كتير اساس للولاد يعني بيعملوا حركة فيه العاب بتخلي الولاد يعمل حركة يعني ننتجه على العاب لفيها حركة احسن من انه تعلمون يكونوا حركين اكتر وبتحمون من انه يدهر برة البيت هذا شيء كتير بيساعد وبيساعد يا جويس كمان حافظ على وزن مثالي هالفترة زادة الوزن قاعدة البيت رح تساعدنا نحافظ على وزن مثالي مشان هيك بنا نجري بنكون عام نفش خلقنا مش بالاكل بعد فترة سعبة فيه اشخاص كتير اعداء عصابة وقاعدة بالبيت زر بحالة عمفش خلقه بالاكل الهدف انه نحن نقسم واجباتنا منشي بقسس على البيت تجذبنا لنا كلها يعني منشي بتشيبس نعبد بيوتنا خضرة فوائكة بوشار مش تشيبس مش بزرات اذا بدنا شوكولان نجيبه الامار ماي فيوك مايكون فئة والمر مش وفينا نكون عم نرقص مع ولادنا وعم نعمل حركة بنفس الوقت هيدا الشي مثالي يعني ياريت نكون نحن عم نرقص مع ولادنا نكون قد ما فينا عم نحرك ونجرب نبتعد عن اللحمة اللي مصنع هلأ كمان كل شي ناي نبعد عنه كل شي جونك فوت كل شي بيتزا جايبينا نحن مش عمينا بالبيت اكيد جايبينا ما بتعرفة كيف من جايبها المطعم كيف كيف طبخها اذا في موزف مريض مش مريض حدا معطس على الأكل يعني افضل نحن نكون عم نطبخ الأكل هالفترة حتى يعني هو مش قصة عم نخوف العالم قصة عم نعمل توعية شوية للموضوع لنكون عم نساعد لنحد من انتشار هيدا المرض ونخلص منه سريعا واذا دائما وناخد سندويس ما نستناكل دائما بالشوكة والسكينة ناكل سندويس مثلا بالكنين عكس طلبنا مشروب أو حتى ما يناخد الماء بالأنين المسكرة مش بالكباية مشروب نطلب منه نسترو أو شالو مية بالمية نشرب منها نبتعد عن انه قد ما فينا نستعمل الستنسيل تبعهم يعني و ونضيما نعقيم نضيف إيداينه قبل الأكل ما علي نكون مسرسبين شوي بهذه الفترة أحسن ما نوصل لمطرح عنجد نكون نحنا نندم أنه مهتمينا بهذا صحيح إذا توقينا عم نحمي حالنا نحمي ولادنا وما في داعي للبانيك عم نتوقع كتير مهم عنجد كتير مهم نغسل إيدينا قبل الأكل أوقات مننسى ونكون كتير جوعانين بس نغسل إيدينا على قليل إلى 20-30 ثانية بالصابون وبالماء كتير مهم هذا إذا نستعمل ماء سخنة بعد أحسن من المساعة كل شيء سخن أكيد بيقتل أكثر الجرسيب هانت سانيتايزر اللي بنا نجيبه بد يكون فيه درجة عالية من الإيتانول من الألكول يعني منموم 70% إذا لقينا 63% لقينا 70% بعد أحسن بس أنه مش تحت 60% 70% نكون عالجاد عم نكون عم نعقم إيدينا مصرود صح إذا بدلنا ما نطول كتير دافيرنا يعني كتير أساس تكون نحنا عم نتوقع من النون خصوصة بالك لننجع فيه سؤال العالم دائما بتحب تسأله وخصوص اللي بيشاب قهوة هل القهوة بتوطي المناعة أو لا مش مفروض توطي المناعة الكافيين فيها أنتوأكسيدان اللي هو ممنح كل شيء أنتوأكسيدان منح وبيضبط الجسم بيمنع الأمراض لكن كل شيء بالكترة ليه ما بنا ناخد كتير كافيين لح خبرك هالفترة ليه الكافيين بكترته بيزيد طرقات القلب بعلت ضغط بصير شخص أنكشس أو مضطرب أكتر منلاحظ بس أشرب كتير قهوة بيصير في عنا بركة طرقات قلب ومعسبين منصير أكتر نركز ناخد قهوة بعد الصبح أو ع 12 إذا في أشخاص سايمة نركز أكتر على الشاي الأخضر على الينسون أفضل من القهوة مرة بالقهوة أمرتين معلي بتساعد كترة بس أنه ما نكون عشب كتير وأكتر من فنجنين بالنهار نعم بس لأنه لما نصير عصبية أكتر هالفترة خصوصا إذا حدا مرصب إلا التعصيب إنه ممكن يوضي المناعة أكيد التعصيب يوضي المناعة بلنا نحضر أصص بتضحكنا مش دائما نسمع الأخبار يلي بدأ تبرسنا وتعصبنا هو اللي حيزيدهم نصير عادينا ععصابنا نعم نحن أشخاص واعية ومنعرف فينا نتوقع ما حن نعمل بانيك وأكيد يعني بين إيدينا نقول لكل شيء ونسلمو هالأسس نكون عم نتوقع عم نعمل اللازم وأكيد بالنهاية مفروض نحط نسلم إرادتنا على ربنا مية بالمية يعني وهو ضابط الأسس يعني ونحن علينا نتوقع صحيح والأكل هذا الشيح هتأخذه معكم مش بس بهالفترة هالفترة لح تقطع بإذن الله ونحيقطع كل شيء صعب عم نقطع فيه ما حيبقى الوضع هيك بس هذا الشيح هنأخذه كل حياتنا نأكل كتير خضرة نأكل كتير فوك إنه غسل كتير منح إيدينا إنه مش كتير نأكل برا مش بس هلأ حتى لبعدين نخفف كل شيء سكر كمان يعني نحن عم نعطيه النصائح هلأ ما تزبط هلأ ولكن نخدم على مفروض تكون موضع فيه يمكن لبعدين بما أنك فتحت هيك العالم اللي عم تصوم واللي ببعض الأحيان منلاحظ أنه عم تعود فرق الأكل اللي ما أكلته قبل الظهر بعض الظهر صح في كتير أشخاص اللي عم بتصوم فيها تكون عم بتروح البطاطا المقلية على الشوويات كتير العجين وهلأسس أنا بنصح نروح على الحبوب هلأ هالفترة بس نأخد رز و فصوليا هالكومبليمانتاريتين بالحبوب والجرينز والرز يعني بكأنه أكلنا لحمة أوجاج بازلة ورز مجدرة هولي صحيين كتير ما عم نأكل لحنة وعم نأخد بروتيينات منخاف بزمن السوم بس نخسر شوي عضلة لأنه ما عم نأكل كتير بروتيين منعوضهم باللبان الأشخاص اللي ما نقاط على المشتقات الحليب منعوضهم بالمكسرات كتير مهم نأخد مكسرات نية حكينا عن اللوز الدفع فيتامين أ بيحمل مناعة نأخد جوز ونأخد لوز نأخد حبوب نأكل فول مجدرة أكل السيامي أكل عن جد صحي المحشي سلق شي كتير بحبه أنا وعن جد طيب وصحي فيه كمان الأخدر غامق سبانع عم نأول مناعة عم نرجع لقصة المناعة وتقوية المناعة سبحان الله كل شي من الطبيعة كل شي من الحبوب كل شي من الخضرة وفوكة كيف رب رو أعطينا إياها كتير بتفيد الأنسان قال لي بس شغلة نحن دايما بس تكوني ضيفتنا بنحكي عن تقصيم الوجبات نعم أنه تكون أكتر من وجبة بالنهار للشخص اللي صايم هل نفس تقصيم الوجبات فيه تتبعه لأنه رح تمد معه يمكن للليل رح يبقى عميك أو لا أحسن يعني بيكون ما بيجوع بقى كتير إذا قصمون الهدف ياخد كذا وجبة بس وجبات صغار عرفت أزي يعني الشخص اللي ما هو دي تغبضى على الوحدة حسير عشرة يصير ياخدو أخاف بطل يجوع على العشرة يأكل كميات زيادة هذا الشي اللي حيساعدنا مش لحيكون بعك يعني ضدنا بالعكس لحيكون بفيدنا نأخذ خبز أم حكام نمو بقى نأخذ أبيض خصوصي هلق هالفترة لبنة جبنة بيضاء نعمل عساب المهم كتير نكمان نتأكل عم نشرب ماء أوقات كتير فاتت الصوم ينقصنا ماء بجساب نمسع نشرب ماء صح لأنه ساعات الأكل أقل سوى مصير ناكل ما بنشرب كتير مهم نتأكد عم نشرب ماء نذكر حالنا أنا نشرب ماء رسبنا بحاجة للماء كمان كنا عم ناخدو نرتبى منو بهالفترة مهم الماء كتير قلي مطر دايما نصايحك مفيدة وتجزبنا دايما لنسمعيك أنا بدأت شكرك على حضورك اليوم وإن شاء الله أنه العالم تكون عم تلتزم بهيد النصايح اللي عطيناهن إياها لنتجنب الإصابة بالكورونا شكرا لإليك مرسي إليك يا جوز دايما هيك بليزير أن يكون معك وهيك ربنا يحمل كل هالفترة ويرفقهم بهالفترة مرسي كتير لأصدافتك شكرا لإليك مرسي جوز مشاهدينا نحنا لهوم نكون وصلنا لختم حلقتنا بدي أرجع عايد كل حدا بيحمل اسم يوسف جو وجوزيف وبشتقاتهم وأكيد بحب عايد لأنه بعد كم يوم عيد الأم بحب عايد أمي وحماتي اللي بيعتبرها أمي الثانية وأنا مرتقنة بيتقنوا إياكم بيتجدد الأسبوع المقبل ومن هلأ لوقتها خلوا لبس مع هجوهكن وألا معكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر